أنا عاوز ريز بطف بارنس وبفتخر لأنه لأنه كانوا بطف بطف وهلأ بشوفها طف مش معناتها طف بالديركشن فاتي هلأ ولادك أختينا كروم موديل كيف كانت تروم موديل؟ لك في حالة باسكتبول كانت مايكل جوربين اللي شفته منه ماينسات مخيفة بالتمرين ممنوع يخسر شو اللي بيخلي شخص بالأربعين بده يضلوا شاب بده يضلوا رياضي بده يضلوا مندفع بده يضل يفتح بيزنس جديد ويتطور هالموتيفاشن شو اللي بيخزيها وانت بتخلي حالك صغير بالمينسات تبعك مساء عصيرة التصوير وحلو واحد بيبلش بشي وبيرجع ما بيعرف كيف الحياة بيتغي هنيستو أدابت اليوم تتخرج مهندس بتلاقي حالك صرت رجل الأعمال عم تشتغل بقطاع كمبليتل غير سو انت بتمشي كيف الحياة بتعتيك الأمورتونيتيز اليوم اذا بدك تمشي انت انا حاطت بلان وماشي عليه يعني بتنجح بمحل معين بس انا بيخزي هول اللي بوابن عم تفتحولك متلق انتك انت بفيل فلاك مين صرت عرفت؟ فتحت لك أمورتونيتي تاني بعد شوية بتفتح لك أمورتونيتي أكبر بتصير عم تتوسع وتصير الايديات تكبر معك هذه هي النايف انت بتمشي محل البواب اللي عم تنفتح لك وتكبرا هادي هادي كمرة قلتها نفس ال هلا نرجع من عيدة نفس المسج عن الحياة الكاركترز بالحياة شو الكاركتر الناجح شو الكاركتر المحدود بالحياة فهي مزبوط بس هي كتير صعبة هي بدي شغلتان بدي بدي self awareness انك تكون انت عارف بالحياة شو بديك وبنفس الوقت عم تفتح عم تفتح مجال ما تضلك قاعد بال comfort zone اللي مخليك مرتاح هاكي وكل ما انت كنت مرتاح واجمالها بتجي بعد ما تكون ناجح يعني انت فتحت مثلا مصلحة معينة او فتحت شغل او انت بالكارير اللي انت فيه خلاص بتصير comfortable و you're doing good ما بتعرف ما تفتح كتير opportunities تقطع من حواليك 100% انا بقللن اذا انا مني under pressure ما بقدر كنت تفتح حتى بشغلي يعني اذا ما كنت تفتح وفي شيء happening اي كانت يليد التيم و تجيب ايديات و نيو او 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 و و و و و يعني ما بقدر انه وكل شيء ماشي تمام و وخلاص عاده لا مظبور وبدك شغل كتير بتساعد اذا واحد بي امن بال بالاشخاص اللي حواليك بالتيم اللي حواليه وبالاشخاص الصغار نيو جنوريشن يعني احنا قد ما كون عنا خبرة اذا يعني هيدا الشاب الصغير اللي طالع بيعطيك ideas لو منقلة خبرته بس انت انت هيدا الشيء ممكن هيدا الشيء ممكن يغير بالحياة بالبزنس دائما لكن برينستورم والمتناج وميتينيز هي مهمة للتيم يعني آتوا مع بعض لو اني ما كنت برينستورم خدوا ideas بمبعد و اتميت هيدا الشخص اللي قاعد معه ان كان على كافترينر أو كوش ولا سيلز ولا ماركتير ولا او او مانجر او ديركتور أي فقط مجموعة اي واحد منكم معقول يجعلها يمكنك تساعد العمل لأن اليوم لا يمكنك تحصل على مدينة إلا أنه لديك مجموعة حولك مجموعة حولك ومع تحديد الخبرة وقابلت لم تساعد او اي واحد او ثانب الوارد أجل هم بك sheep ذلك وإذاك تستخدم اي دوحية ثانبت ميكيل جوردين قال ستقوم بالفعل ويدات تحصل على المستقبل واي كل مفتن إذا كنت تبحث في هالصوان الصغير بـ one shot و two off غلط إذا تربح على صعيد كبير وعلى صعيد تكبر شغلك وتوسع شغلك يكون عندك team proper team around you that you can develop your business وهن يعني هن العميد الأساس أنت دفنتلي you are there to support them وتحسن وتاخد هالأيديات وتحطهم بـ structure مضبوط لتقدر تتكبر اللي بيقلك أنه أنا اليوم Apple وصلت لهي اللي هيدا منورة CEO والفاوندور طبعا غلط في عنده team brains قاعدين عم بيفكروا ويعملوا لو وصلت Apple لهون مش لحاله هو سوهول أشخاص اليوم أنت بتشوف في شركات فيه CEO بس في directors وبيأهمة top fork companies هلأ بتشوف partners الdirector عم بيصير partner بالشركة ليه لأنه قديم يجب المشاريع قديم يحسن وقديم مشاريع قديم يصل الشركة إلى مستوى أعلى وقال بيرقو لأن يصبح بشركة هذا هو الستقبل القادمة لتكتبع ويصبح في العمل اليوم إذا أنت أنت ببسك سأتساعد إليك كما سلقر سلقر هذه الشخص كما سلقر هذه المشاريع بين ببسك و المسكو بقلب الشغل لأنه بيأمنوا فيك ويؤمنوا فيك ويؤمنوا فيك هون بيبلشوا يعطوك كل شي عندهم هون بيبلشوا فيه للشغل هون بيبلش هم لأنه يتبعون فيه لأنه يتبعون فيهم اليوم لما تطلع على واحد ديركتور عندك في الشغل أو مانجر أو أي شيء بيعمل شيء منيح كلمة وحدة واحدة جيدة موتيفة يتبعون فيك أنا مجموعة منك عمل جيدة في المجموعة يتبعون في المجموعة يتبعون فيه يتبعون في أكثر لذلك هي كيف تتبعون هذا هو كيف يتبعون في المجموعة اليوم هذه هي الأساس أجل لن يكون هناك أشخاص الذي يشتغل ويوصل تنس أحسن تنس الحقيقة لأنهم نتحدث عن مجموعة وصلوا إلى ما يصلوا له بدون مجموعة خطوة حولهم بدون مجموعة بدون حولهم بدون مجموعة حولهم مجموعة لذلك لذا المجموعة لأين وصل نادال وفادرال وجوغوفيتش كل هاللعاب بالعالم وصلوا لهون لأنه فيه structure كتير كبيرة وقاسية ماشي معهم عم بتوصلوا للي هن وصلوا له وبتبلش فهدي من يمكن من البيت بتبلش من أنه من كولد عم ينسمع رأيه أو فيه leadership اللي هن مفروض يكونوا الأهل leaders إنه عم يتسمعوا شو بدو الولد وعم يعملوا بس بنفس الوقت عم بيشوفوا هو البوتانشل تبعه وشو ممكن يصير هيدا الشخاص وهيدا يعني معظم الأوقات والانتروفيوز والعالم اللي عم قبلها وإنه مشكلة مشكلة عم نعاني فيها كأشخاص إنه ممكن عم ينسمع رأيه أو مكنت تربية كانت نوعا ما آسية أو يعني الجزء إنه أنا I want to prove to people إنه أنا أفضل بل نشتغل هارد بالحياة بس لنرجع عالبوينت الأولانية إنه بدي ينسمع رأيه أو بدي حدا يعني I want to believe in myself لكن الانتروفيوز هو مهم جميلة أنا عوز ريز بطف بطف و بفتخر لأنه كانوا بطف و بطف و هلأ بشوفها طف مش معناتها طف بالانتروفيوز لا وصلوا لمحل عرفوا this is what I want وهيدا الاتجاه اللي أنا بدي إياه وهيدا وهون بلشو تبوشني مور لما شايفوا إنه عن جد في ديكيشن وفي كومنتمنت وشايفين فيه لهيدا الصبشي مش إنه رايح والله بساحة كتير كبيرة و عم يركض و ما عرفان وين رايح لا الاتجاه عرفان وين رايح لا الاتجاه عرفان وين رايح هذا الصبي و هيدا أريد هذا لنساعده هذا ما أفعله مع أطفالي اليوم أطفالي لديهم قدران وين رايح و عرفانين هني شو بدون أنا شغلتي سمعهم بس بنفس الوقت أخذ من اللي عم بيسمعون اللي هني عم بيقولوا لي ايه و شو بدون وأنا تو استرقيته بطريقة 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 حط لهم رايح المزبوطة حتي تلو خط من هون وخط من هون وهدي طريقك و امشي فيها و انا اطفالي و اطفالي لك هذا خطة لا تطلع باليمين و شمال برا اللاين خليك بهذا اللاين و انا امهلبي بكل ما فيش عندي اليوم مسلو بسافر ولادي من ثلاثة ايام على من اكبر هاي سكولز بامريكا و كندا اول ميسج بعتلي يا الكوتش قال بدي هنيك انت ومرتك you have raised a very polite and funny kids وهذا قبل الباسكبول وهذا اللي بدهنيك عليك لذا هون خلاص انا عرفت اول شيء وين ما زلت الولادي بيجوا واقفين بعرف شو عندي بعرف انو راحوا و عاشوا بتركيا ثلاثة سنين قبل الباسكتبول لم يتركوا قبل الباسكتبول و لمدرستهم قبل الباسكتبول قبل الباسكتبول احسن دعمتهم و قفت انا و انا اركضت لاجيب هاي قبل الباسكتبول لانو اعتقد انو و اعتقد انو و اعتقد انو وهذا اللي بدون اياه انا سألتهم انتو شو بتكون قلتلهم اول شيء العلم قبل الدنيا كله مع العلم شو بتكون انا حتكون قبل الباسكتبول قالوا لي باسكتبول قلت لانو اعتقد انو اعتقد انو دعمتهم في و دعمتهم و حتيت لهم الرودماب مثل ما قالت الستركتشور المزبوطة امشوا علييا و انتو لما تنشوا علييا هذا اللي بدكم امشوا علييا انتو لديك الانو تعمل 200% مور لتحصل اذا انت بدك تعمل نفس اللي عم بيعملو معك باللعيب بالفريق او بالتيم او بالفريق راح تدلك واي في محلة اللي عم بيعملو بتخلص تعمل اكسترا لتستطيع تحصل لتحصل 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 اذا انت مفكر انو بس تمرين الفريق و برجع البيت و برجع و برجع على الدورم اذا انت تريد اذا انت تريد انبيا و هاي لفل يوروب تعمل اكسترا هذا ما قلت بل حيات فيها اثنين اثنين الشخص اللي بيروح على مكتبه بيشتغل من 8 الى 5 بيحمل حال بيخلص بيمطر 5 اثنين 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 اللي هو بيفتح دورز لحاله بالحياة الشخص اللي بديو يمطر بس انا هلقدي عم بعمل و بديفل و انا ام هابي و ام ساتسفاد و هذا ست متل ما كنا عم نحكي هذا بديو افلمت فيه لمت بالحياة اذا انت لم تعمل لتجد لتجد مجموعة لتجد نفسك و تفتش كيف انت بدك تتحسن بالحياة انا بقعد معك بستفيد منك انا بقعد مع اي شخص بقدر بنقاش انا و يقدر استفيد 10% من هذا لطور حالي لانه بالنهاية ما في شي اسمه بريفاكشن بالحياة اللي بقلك انا بريفاكشن بيكون غلطان و لا اعرفين شي ما في شي اسمه بريفاكشن لذا لاتجد لابد بحياتنا لتتكتب تعلم معرفة 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 منتلاح معرفة و دديكيشن امرار شخص بغير لك منظر الحياة كلها بمفهوم معين لذا هذا الناس اللي يقدر يتقدر بحياته اللي بيضله عم بيشتغل اكسرا اليوم ما في حدا وصل لنجاح الا ما عمل 24 اوور ازا بدك هاردورك لقدر وصل اللي هو فيه اللي بيفكر فادي انه وصل ليكون واحد من المعرفة بلايس باسيا هيك ما كنت نام كنت نام ثلاث اربع ساعات بنهار و اتكبت هيدا الروتين دل معي لشغلي اليوم انا ما بحب نام يقولوا عن ضيع وقت في اذا في شيء بل اقدر اخده دلني نضيان 24 اوور لدلني برودكتف وعم فكر وشو بدي اعمل وكيف دي حسن وكيف دي حسن هاي ديك السيني الفيدباك بمحل شيء بالبزنس تبعي اليوم الفيدباك احسن بكثير لانه شفنا وتعلمنا ويوارك الاساس بالحقيقة انه لما انت توقع تقدر تسفيد وتتعلم من هاي ده اللي وقعد فيها لتقدر تحسنه تقدر تحسنه بدك تسمع بدك تشتغل ويوارك لتقدر تصل للي انت بدك فاتي هلا وليدك اخدينك كروم موديل انت لما كنت يونج من كانت موديل لكن في حالة بسكتبول كانت ميكل جوردان و 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 ويجب أن يقوم بعملها كانت مرحبا ويجب أن أظن أن لقد وجدت معه 2 أشهرين في التدريب مع ميكل جوردان لذلك 2003 كانت ربما كانت أفضل عام في حياتي لأنه رأيته وأتمرنت معه شهرين وقلت عني في نيويورك تايمز وقلت عني وقلت له أنه في هذا الخطيب بلونج في المنطقة لذلك ما رأيته منه مخيفة بالتمرين من النوع يخسر المنطقة المنطقة لا أستطيع أن أصفه لأنه المنطقة المنطقة عندما يفوت على الكورت مجموعة أخرى مجموعة أخرى لا يوجد مجموعة لا يوجد مجموعة لا يوجد مجموعة هذا ما أعلم لأعلمي أطلقائي في هذه المنطقة تجد مجموعة 300% لا يوجد مجموعة من التمرين من التعامل لا يوجد مجموعة لا يوجد مجموعة لأرجع أربح وكسر الدين بالتمرين لذلك هذه المنطقة تجعل الشخص دائما يفتش كيف يربح ويتعلم كيف خسر من قبل لا يقدر يعمل بجاما بالبزنس أكلت ضروبة تعلمت بالألفين وخمسة أنا أكلت ضرب ببزنس كسرني وصرت على الحديد وكان عندي مجوز وعندي ولاد ما أحد أعرف لا يوجد مجموعة لا يوجد مجموعة خسرت كل شيء تعلمت تعلمت شيء من السبورت لا تعلمت شيء من البرزنس بس السبورت عملت للمنتل تفتح بعد ما خسرت هذا البرزنس في 2005 تعلمت أن يجب أن تكون على الأمر خصوصا أنت اليوم عندما تفتح أي شغل أو تكون تحسين تحتاج أن تحمل تحتاج إلى مجلس ألا تحصل على الأمر ومجد أن تكون عليك أن تكون على الأمر تحتاج إلى النجاح تحتاج إلى النجاح عندما تقوم مع لا تستطيع تتقبل الإخسار لا تستطيع وما تقدر تحسن لا تستطيع تحسن لذا الآن ليس أنا خسرت بروح أتحق بعد ما خسلت المنزل لا بخسر بروح البيت تحسن وشو عملت غلط وما يجب أن أتحق لأيضاً لأيضاً كيف أحسن حالي كيف أحسن حالي شو جسمي كان معتاز بهيدا الوقت اللي كان حسيت حالي لا لأيضاً لأيضاً لذا تقبل الخسارة والخسارة بالحياة بالتأكيد اليوم بيقلولك لا تتلع تحكي عن الخسارة والخسارة بالعكس الخسارة والخسارة بالحياة أكثر مهمة أكثر مهمة لأنه إذا هؤلاء ما حيمروا معك بالحياة ما حتعرف تتعلم منهم لا تقدر أنت تساكيد اليوم إذا ضليتك عم توصل أنت ما عندك هيدا المنتالي ضليتك عم تنجح 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 أي خسارة تكثرك بتهدمك كلياً تتلع تدرجة تدرجة بس أنت هلا ناضج فادي وحكيتك باستخدام خبرة باستخدام طويلة بالمجال بدي أرجع على وراء شوين صغيرة هذه الأشياء ومع بسيطة فكرة النجاح ومايكل جوردن هي مجرد بس مجرد بس مجرد بسيطة بسيطة يوميات بسيطة هذه الأشياء لا أريد أن أقول كمجتمع بس لأنه أنا من نفس الجيل ما كان عنا كبسيطة كان عنا أشياء بسيطة كلنا من نحلم ننجح بس مين ساعدك أو كيف وقت أخذت هالي بروسس كشابة بعد ما عنده الإكسبرينس ما عنده هالأفكار إنه إذا كيف اكتشفته هيدا كيف اكتشفته في الأصدقاء شخص واللي قدرت لتشالينجز أنا عاي تشالينج ميسال كيف تشالينج ميسال كيف أكتشفت أولا لتجعل اعرفة في عام 45 يمكنك أن تكون أحسن لانه لأنه المينسات التي تتعلم أنه يجب أن أحسن هذه الوضع للعالم اليوم في الصبح بعد 30 سنة بيجو بيقولولي خيئي 30 عام وباسكتبول ونستوى لا تذهب إلى الجم ارتاح في أيام في الصبح جسمي محدود وما قدران بيقول خليني نملي شوية وخلاص اليوم قف حكمة عندما أقول هذا في ذلك تأكد صرت حاملة شانتي ورايح إلى الجم لما أقول عندما أبدأ تأكد صورة 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 أنصورة منطقة صورة عدت صورة تأكد صورة يا صورة أجن hungry يقول أنا إذا أريد أن أقوم بعمل، يجب أن أعمل على طريق طريق ما طريق طريق طريق؟ أنا وصغير عمب الله يجب أن أعطي الوقت، كل الوقت للمشاهدة والأطفال التي أخذت أنا ما هو؟ دماغة؟ عملية؟ 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 لا تتوفر أي ساعة و ديئة؟ يعني اليوم إذا أنت فيك قدران و عندك أنيرجي بدل ما تنام ثمانة ساعات لا بقول بنام سبع ساعات هالساعة الزيادة بعد بشتغل أكتر باكل صح بنام مضبوط لأريح جسمي قد ما أنا لازم نام و أعطي 300% لهيدا الوصول والدريم سواء أنا و صغير كان خلاص حاطت نحن نحن نحكي قبل الإنترنت و قبل السوشيال ميديا بس هلا في كتير 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 بس بوقتها يعني بدأ بدأ اليوم أنا اللي بقلهم يا لاليوم جنرية بدأ حط هدف جاول و لما بدك توصل لهيدا الجاول رب العالمين ما حن نزل لك عندك يعطيك هالساكسس وتفضل وصلت لليه أنت بدك يعني أنت بدك تنعمل لنفسك يجب أن يتفتح تيوي كيف أن تفتح تيوي يجب أن تتفع تيوي أقعد في البيت كتف أديية عيدية يجب أن يأتي يا بني بني خالصة و كاميريات فكتبي لا بدك تفتح تيوي يجب أن تتطور حالك بمجال الإعلام بمجال البيزنس لا تقدر توصل لليل بدك اليوم ما في حدا بيقدر يشتغل ويوصل ولهدفه إلا ما يعطي كل وقته وما يبخل لأنه أنا عشرين سنة من حياتي ما أخذ داي أف أنا لتاريخي اليوم بنعدوا السفرات السفارتون أنا ومورتي مع بعض لحالنا بنعدوا على الأصابع يعني عم نحكي نحن بـ 20 بـ 20 years of marriage و30 سنة سوا بنعدوا على الأصابع لأنه هلقدي كنت dedicated للمنتخب خلص منتخب برجع للفريق عندي هدف معي ما بدي إياه الفن والإنجوي وتظهر وهذا ما كان موجودين بحياتي تاريخي اليوم لا بعيد عن الكلابز والنايتلايف لأنه صارت خلص هيدا صار الروتين بحياتي فهذه الشهرة ما أثرت الإيجو كشاب أنت مشهور وطالع وهيدا كيف حربتك لا تقول لي 0 يعني من جيلك. بقى مذكر انت شو كنت والشهرة تبعك. طيب انت كشاب. تضرب. ايه. كيف روحك بده يعبر كنترول لهيدا الموضوع. لديك اول شي التربية. قديه شبعان بحياتك. انت بحياتك انه. والله انا شفت شي وطرت. صار معي ماشي اربع خمسة. احنا حكمة. وصلت فترة ما نمشي على الارض بلبنان. ما نمشي. يعني بال2000 و1999 لال2001 من 98 لال2003. كنا مارئين بفترة جنونية. يعني نفوت على المحل انا ولي. لانه كنا دايما نسمى. ايه. يعني اي شخص يمكن تجيبه مشهور من المغنيين ولا وزراء ولا 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 ولا. ما كنوا ياخدوا 10% من اللي كنا ناخدوا. نحنا كنا نحمل بسياراتنا. كنا نحمل من نهر الموت للأشرفية على الكتاف. توقف اوتستراد مرة. مفتوح. بس شافونا بالسيارة. نزلوا من السيارة. حملونا. وقف الاوتستراد من اتباية لنهر الكلب. وقف السيارة. ولا دربت ولا واحد بالمية من عقلنا. ولا اخدتني على هيدا العالم كليا. ولا نهار فكرت يمشي معي شخص. هولي اشخاص عندهم اول شي تشوف. شوفوني. عندهم اتنشن سيكرز بسميهم انا. لانه بالنهي اليوم نحنا طلعنا ووصلنا. من ورا هولي اشخاص عم طلعوا علينا. انا اللي بني شوف حالي اليوم. مين انا. باسكيبول بلاير. انا عم بحكيب ايج معي. اي شخص بسير مشهور بسير هيدا. بده تأثر شوي صغيري. لك أثرت معسا. بالعكس. عطتني عطتني ازا بدك بوست. انه تبرفور مور. وضلني فرج العالم. انه فادي استلدر. وفادي عم بيتحسن. وفادي عم بيعطي. وفادي عم بطور. وبعض على الارض بيكل مع كل العالم. وبعض على الطاولة بيكل مع كل العالم. ما عندي ايها. يعني الحمد لله شبعانين ببيتنا. وطلعنا مربيين مظبوطين. والشهرة كانت اخدت انا كبارت لأقدر انا اعطي المجتمع اللي عطاني. شو عطاني المجتمع. I need to give back. وفي هذا ما يحدث بالأخير في عملتي. اليوم اللي بيفوت عالتشامس. اللي بيفكر عم بيدفع اكس اممونت. البنفتس والتحرك اللي موجودين بالتحرك. تايمز تن. تايمز تن. اليوم تتفع خمسمائة درهم. امامل. البنفتس اللي بيخدها. اللي انا عم بقدم لهم. لهؤل للممبرز. إنه حقاً حقاً 4 أو 5 لتحرق أكثر يعني، تحرق الاجتماعي للكميونيتي اللي هي خلتك توصل لهون هي ما يهمه اليوم الشهرة، هن العالم خلّك تكون مشهور وحب الناس خلّوك مشهور، واحترامهم خلّوك تكون أنت معروف وهالدعم اللي عطوك يجعلوك أنت تكون بهذا الوزيشن أنت موصلت لهذا الوزيشن لأنه ما في حدا عم تفرج عليك ما في حدا بحبك والإعلام ما حكي عنك لا، من وراهم لذا، عليك أن اعطاء عليك أعطاء عليها هو ما افعل من الوزيشن لتوعيتهم فيها سائل فتحرك لك تفرج كلها سائل فتحرك بالظبط أن تحس أنت أخدت وأعطاني هذا الجمهور لذلك ما بحياتك لازم تشوفها حالك من أشخاص اللي طلّعوك لماذا تحتاج هذا؟ هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون معك يوقفونهم هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون الحمد لله متصارح معي قلت أحد يمكن أن نصل إلى محل نترك البسكتبول تعمل على نفسك أنا فادي اليوم ربما معروف أكثر من فادي لما كنت بسكتبول لأنه عملت شفت كما تعمل في الحياة وشخص الذين يتبعون المجتمع على المجتمع غير كما تعمل لذا اليوم تختلف اليوم لذلك أقول لك شفت بالحياة وكيف تأتيك وكيف تعملها بطريقة جيدة لتقدر أن تفيد وتستفيد هذا ما يهم كيف تعمل لا يمكن أن أتغير لا يمكن أن أتصرف لذلك لا يمكن أن أتصرف لذلك من 15 سنة كان عمري إلى تاريخ اليوم لذلك هذا أنا وهذه تربيتي وهذه نحن من رب أولادنا وهذه تخبرنا نحن من رب أولادنا وهذه تفتحة شمس كل تجاريخ في قلب شمس ترى تحلموا ها المنتالي لأن الكوتيجين يتعلمون أنت لا تستحق لا تستحق لا تستحق إذا أنت جايب أو للبي تضعوا أولادكم فقط لتستحق لتستحق لا هنا قصة ومتح 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 لا لا يجعل الكوتيج عيّت على أبني لا إذا غلط يريد عيّت عليه لا يصلح له يريد يتقبل لأنه هنا تستحق ويريد ويريد ويعتمد على حاله ويعرف أنه هذا بالبيت مختلفة هنا أريد أن أسألك عن شامس بس قبل أنت شامس وكثير بتحكي عن أولادك وبشوفهم يعني أخي أخي أو بتحط بتحطهم بهك أصحابك أصحابك و بس أنت لديك شامس وعلاقتكم كثير حلوي بس بدي هيك شوية صغيرة تحكيني كيف تعرفتوا ع بعض لك أنا وأنا من لأنه قصة غريبة شوية صغيرة أنا وأنا منعرف بعض هي عمرة 13 وأنا 15 سو لما أنا كان نهار أحد كان سامرلند بلبنان ببيروت بنروح عليه نحنا بالصيفية بيتش سو كانوا عاملين لأصحابي فيرول أنه آخر نهار فهدي معنا لأنه مسافر جايته سكولوشب بهاي سكول بأمريكا ونزلنا ومبسوطين وعرفت عم نقبل هيدا وبتقطع هنا مع أليا يرحمها صديقة لما ياسين سو بتقطع هنا وهنا ولما كانوا قصة غريبة وأنا بعرفها لما عن طريق جروب وقفي خلاص وانت بس على أي عمر كان عملك 15 وهي 13 سو أنا ضاب بشنتي ونحنا مقنعين بابا صارنا أربعة شهور نشتغل على وعمت بكاليفونيا نقنع بي أن نسافر على أمريكا وهي دي أمورتونيتي وحلمه ومحلمه وهي دا أخدت أربعة شهر لأنه عبوا أبا أنه سافر الشانتة مطبوبة رايح بس بدي تحمى من نام فيه أطلع المطار المهم قطع لها أنا كنت أنا بستحي يعني أنا شخص بطبعي خجول اللوك ما بيعطيه ما بيعطيه بالملعب ما بيعطيه بس أنه يعني ما قدرت حتى يروح إلا هاي مع أنه معلمة لذلك هناك صديقي لذلك نحن ربانين طفولة لتاريخ اليوم رامي أدوري على وجه له تحية فقلت له رامي كان معي لأنه آخر نهار ورامي منهار لأنه أنا مسافر نحن خلقانين بنفس البنية ونفس الوقت ومع بعض سألت له ببليز رامي روح إلا لهنا إلا بيقلك هايدا الشاب هاي سو راح إلا وهنا من العقلية يعني مش ستريت اللي أكتر من هيك سألها بيقلك هاي قالت له قل له باي ثلاث عشر سنة ما في إنترنت ما في تلفونات ما في تقدم يعني مش مثل هلا طلعنا على البيت فلت على البيت فاتت ماما شفتنا عم تضب الشنطة قالت له يا عم تفض الشنطة خلاص ماما مسافر قالت له شو ماما مسافر قالت له لا لا ما مسافر كيف ما كيف بيق وما بقلت له لما انه مسافروا هيدا التيكت وخزقت خلاص 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 ما بدك تعمل قالت له فادي بيجي ما بعرف شو بيعمل فيك قالت له يعمل اللي بده اياه ماما قالنا قتلي من قلبك بحضاء وهيدا اخر شي يعني بعد القتلي وبعد خلاص عطخت بلقح وما قدران بقى وبكي قالت لي ماما قدام بقى قالت لي بس بدي أعرف السبب اللي لغيت سفرتك شو هو السبب يعني بتتخيل مثلا بي عم بيسمع الجواب واحد عمره 15 سنة بيقل لقات المرة اللي بدك تجوزها يعني يعني رجعت كفت القتلي مضبوط مش جواب انا قلت مثلا اجيك بشنادي مشتقل ما بدك تترك مشتقل ما بدك تترك لقيت المرة اللي بدك تجوزها عمرها 15 سنة المهم وما سفرت فضلت شهر من بعدها ضلني عم بحكي لمد إلا لما حكيت لي أنا يا فادي ما عم تقبله وهيدي مش هيك ومش تبع مصاحب وقلت لي يا لما بعد القتل معالمي علينا صر شهر وصر شهر عم بحكيك المهم من نهار ما دقيت لي لما بعد شهر يا لما شو صار معا أنا قلت لي فادي من الآخر شو بدك من هنا قلت لي أول شي عم بروح بوقف على باب مدرسة بخلص مدرستة بروح ضغري على الليسة بوقف على باب المدرسة ومطرها لتقدر بس هشوفها وحاببها وأنا لغيت سفرتي وبيدي إياها وأنا بحبها وأنا بحبها وما في شي وبالعكس وما بدك تسلى وهيدا راح التليفون نقطع بعد شوي رجع بعد شي ديئة ايه هاي فادي كيفك شو قللي شو وينك قلت لي لما سري عشداي بحكي أنا وياكي قلت لي لا هاي هنا هلا لما وهنا نفس الصوت اه اوكي لما سمعتني عم بسألة عن هنا صار بده تستجوبني انه لا تعرف شو بدي ومن هونيك خلص يعني طلعت وصرع تقريبا تب فادي شو هال سلف اويرنس يعني بوقتها انه واحد يعرف شو بده ويعني اخدت قرار غيئة غيئة وقفت سفرة وجوازتها لهنا يعني يعني انه مش والدني الاسطة ولا انه لا لا توز خلص ليه بقلك انا انه انا من الاشخاص اللي اللي اذا بحط شي هدف بدي دلني عم بيشتغل عليه لحقه سؤالة لما كنت عمري 13 سألتني ماما قالتلي شو بدك طلع انت ما تقبر قالتلي غير باسكتبول باسكتبول معارفة انين شو بدك طلع غير الباسكتبول قالتلي ما بعرف بس شو في حالي في الصباح وروح اتمرم بخلص بتحمام بروح مكتبي في عندي اسيستر قالتلي شو المكتب قالتلي ما بعرف انه بس هيك انا بحب ولك دليتني دليتني لانه صرت عندي صرت عندي بزنس ومي اون عارفت كان انا وصغير عندي هال الباشن تورث things انا I love و I work really hard من كل قلبي بعطي الشغل اللي بدي اصلها لا قدر اصلها لا قدر حققها هاي دليتني وطورت معي والباسكتبول حسنتني كتير لانه عطتني شو معنى الاخسارة وشو معنى التقبل الاخسارة وكيف لازم تستفيد منا وكيف لازم تتقبل الغير وكيف لازم تكون عم تجمع كل التيم حواليك وبان المانجمنت والكوتش واللعيبة بتعطي اكيد مختلفة كلية طيب فادي شو الاشياء اللي يعني اول شي انت في عندك شغلتين بيخله اي شخص يمكن يكون المارج تبعه صعبه كنت كتير صغير مشهور ومشهور كتير وممكن تكون يعني فيه فرص انه شخص يضيع يطير راسه شو كان البيلرز اللي بتلاقي انت اي مارج او انت اخدته انه واحد يقدر يصير عنده ساكسسفول مارج يصير جريت فادر لولاد الله خلي لك يهون البروسيس او شو الشي الاساسي هل هو الاول هذه الحب النظرة اللي كانت هي الاساس انا اكتر ولا شو الدعمه اول شي انت بحياتك انا شخص بحب المسئوليات بحب احمل مسئولية يمكن انا وصغير ما كنت موجودة كتير عندي بس لما طورت وصرت انا وانا صرت احمل مسئولية صرت حب تكون يعني عندي بيتي ومرتي وابني انا كان عندي ولد وامري خمسة وعشرين سنة اليوم خمسة وعشرين سنة عرفت بعد وعم يتخرج من الجامعة وظاهر جوزت تلاتة وعشرين هنا وواحدة وعشرين خطبت على الواحدة وعشرين يعني بحب المسئوليات كتير وبقلك ان الحب لحاله بكفية لا اهم شي التضحية بالعلاقة اليوم لما يكون شخص معه حق بده يضحي في محلات لا يردد ثاني ونفس الشي vice versa اليوم اذا فيه عند بالعلاقة وما فيه تضحية اكيد الحب لازم يكون موجود والاحترام لازم يكون موجود وكل النقاط طبعوه العلاقة لازم يكون موجودة بس التضحية شغلة كتير مهمة بالحياة وخصوصة بالعلاقة لانه اليوم لانه اليوم اذا واحد بده يعند على الثاني باي نقطة هو بيعتبر حاله معه هايدي بتخلق طلاق بتوصل للطلاق اليوم ليه انتوا ليه لجيء ليه فيه شي اسمه جواز لانه انتوا صرتوا شخص واحد انتوا صرتوا انا اليوم اذا هنا كانت باللبنان مثل بهالصايفية انا كان عندي شغل في دبي اضطرات اجي اذا ما نيم حد ما بنام ما بقدر صارت خلص يعني مش جزء من حياتي صارت الحقيات كلها اليوم اذا اتخنقت انا وياع متل اي اتنين مجوازين بيصير في مشاكل بالبيت عادة وبيصير اليوم تفوت على البيت ممكن سوري على كباية لانه خلقك تطالع بيصير مشكل مثال بس شو اللي بيكسر هيدا المشكل تضحية انه اليوم بدي اكسر حالي معي حق لو معي حق ما بدي كبر هيدا الموضوع مش معناته انه انت بطلت رجاله مثل هالمنطلق هيدا انه انا الرجال وما بيكسر حالي لانه رجال البيت هيدا كله كلام فاضي هيدا كله بيوصل لعقلية محدودة وما في تطور فيها للا ما حيصير في تطور وعلاقة ناشحة الا ما يكون فيه تضحيات من كل الاطراف تضحية منك تضحية منك احترام وحب وعشق وهيدا موجود اليوم انا كان يقولولي انه انت هلا عم تجوز 23 بكرا على 35 سنة الجلد بيصير يخاوي بعضه شو معناتها يعني ما كنت عارفه ان شو الجلد بيخاوي بعضه انه بكرا ما تصير تدقرة كأنك دقرة حاله عارفت انه بيروح المحبة بيروح المحبة لتاريخ اليوم 30 سنة كل نهار بيمرو كل نهار بحبه اكتر كل يوم وهيدا شو سببه سببه انه انت بدك هيدا العلاقة تنجح كيف هيدا تنجح هيدا العلاقة انت يجب ان تعمل علىها لهيدا تضله ناشحة وماشي لانه العائلة اليوم انا بدي ربي عائلة واعمل عائلة ناشحة مانا شغلي هيني اكبر مسئولية بالحياة اكبر من الشغل اكبر من اي شي اليوم انت رب عمل عندك ولاد عندك مره عندك مسئوليات فوق دهرك لو هي بتشتغل انت الاساس لتنجح هيدا العلاقة في كتير امور انت بدل تتنازل عنها انا برأي تضحية شكل كتير اساسية اكيد من الاحترام واللويلتي والحب والعشق والعرار انه هيدا بده تكفي يعني العرار كتير مهم انه ما في خط رجعة اعوذ بالله لا بتوقف الحياة ما في خط رجعة يعني يا ما بيكون عم ينحكي انه قدامنا انه ناس طلق انا ما بتحمل وهيدا رأيك كان من اول يعني عم بحكي كاستيجي شاب لا انا بتحمل ولا هي بتحمل يعني بوث ما بنقدر نتحمل هيدا الافتراض نوصل لهيدا البونت لا انا بقدر تحملها لكفي حياتي ولا هي بتقدر تحملها لتكفي حياتي يعني احنا اتنين عارفينين انه بدون بعض توقف حياتنا هيدا بارت من الحب واكيد تطور الحب اليوم وكيف انت عم بتطور هيدا الحب ويا ما بيمروا امور اكيد بيصير في مشاكل اتنين تحس حالك انه مخنوق وهيدا بس كله بالتطحية بيرجع بيلحم وبتحس انه هاي نتيجة الحياة والخبرة والعمر هي هالعيلة هيدا الريوردينج بارت تبع كل شيء كله بمال وهولي الخمسة الاربعة بمال تاني وهولي بيعطه الاستمرارية وهولي هن انا بقلهم هيدا الموتور تبع السيارة يعني السيارة اليوم توقف لو عندك فراري ولمبرجيني وأسون مارتن شو ما بدك واقف بدون هيدا الموتور اللي بقلبها ما بتمشي بدل لو واقف عم تفرج علي بعد سنتين تلايتي بتكبة هن الموتور بالنسبة لي يعني انا الجهاده هادي وجوده وجوري وهنا هن النبط اللي انا ضلني ماشي خبرني عن الاربعين سنة يعني عن عمر الاربعين انت كشاب ورياضي وبزنسمان والفاميلي الفاميلي هي بارت كبير ليعطي موتيفيشن لأي شاب بيصير بالاربعين شو اللي بيخلي شخص بالاربعين بده يضلو شاب بده يضلو رياضي بده يضل يفتح بزنس جديد ويتطور هالموتيفيشن شو اللي بيخزيها لك انا يعني الارقام ما بتطلع علي اربعين ثلاثين خمسة وتلاثين خمسة واربعين عم تلنين فورتيفايف سون ما بتطلع يعني اذا انا مبسوط وصحت منيحة وعم دائما عم تطور حالي ما بتطلع على الارقام بقللون انا يمكن وصل سبتين سنة او بي فت بالسبتين سنة لانه دس اس مي روتين وهذا اللي بدي اياه يعني انا سبتين وخمسة وستين بقللون انا بموت يعني بعيد الشر الا اذا صار في شي مرض من رب العالمين ما خليني بقى اتمرن بس انو غير هيك قاول كنتونيو وانت بتخلي حالك صغير بالميندسات تبعك بتمرينك قاديه هالتي قاديه انت عم تنتبه على صحتك قاديه اليوم الطب عم يتقدم وهيدي شغلة كتير مهمة لانه انا الوالد نحنا عنا عائلة في مشاكل قلب فيها عم اثنان عم من عمومة توفوا بالقلب بابا عم القلب مفتوح عم التاني كمان نفس الشي وعنا الويراتي تبع القلب طب هني صار معهم الهارد بعمر اصغر مني بكتير وشو انت تدلك عم بتنتبه وترائب وتتحسن مع الطب وتلحق الطب لتقدر انت تبعد عن هولي وهو كتير مهم بحياتنا مشان هكي دايما انا هلتي دايما عم بتمرن دايما عم بتبع حالي دايما عم بيخد المضبوطة دايما عم بيخد الدكتور شو عم بيقلولي لازم اعمل بعمل لابعد عن هولي الامراض والعمر مجرد رأم اجزاكل مجرد اليوم تلاقي واحد عمره 25 سنة بتطلع فيه بتقول غزانة عمره 50 سنة هيدا السلامة بتلاقي واحد عمره 45 و 50 سنة تقول ما شاء الله علي بيماين عمره 30 سنة الاربعين ما قدمت شي كل اللي قدمته انه انا عم بتقدم بالحيات وكل ما عم بتقدم بالحيات عم بندج وكل ما عم بتقدم بالحيات عم بحب افتح جديدة وطور حالي ما كون واقف محلي يعني وين فادي فيه اقدر طور حالي انا تشامس اليوم بمحال من سنتين كان شي اليوم صار شي بعد سنة رح يصير شي هاده تارجيت تابعي تارجيت تابعي تارجيت تابعي تارجيت تابعي تارجيت تابعي تكون لانه فيه وراها مسج كتير كبيرة عن السبور والهالت والثقافة وقديه بتحسنك وقديه هاده النقطة اللي عم بلك عنها للاشخاص اللي هن عنده المشاكل بالقلب او معقول يكون من وراتة ليه قديم هم الانسان يدلوا عم بطور حاله السكري نفس الشي والضغط نفس الشي ما سبور شو هو سبور استرس بطلع لك كل شي استرس بجسمك بطلع لك كل امراض من جسمك اليوم ليه بيقولولك حلوق كالوريز وطلع وفات بيرننج شو الفات بيرننج الفات بيرننج سمع قاعد بجسمنا بيروح يقول لك عمول وصالة هارت ريت معي لا تحرق هيدا الفات مش لا تحرر هيدا الفات راح تحرر هيدا السم اللي موجود بجسمك اللي راح يعمل لك امراض سو هون الثقافة الناس لازم تتطور بالهالت و بالسبور و هاو تو بيهالتي و هاو تو منيش دير لايف بربرلي لا يبعدوا عن هون الامراض لذا كل ما عم بكبر نظبوط و عم تعطي هالامج حلوة فادي اللي بيشوفك بصور معي هلا بدي اقول لك ايها انه بيطلع و حلوة يعني انه حلوة بالأيج تبعك حلوة انه طب اوكي انا شو ناقصني ما كونتلو يا فادي يعني عرفت كيف انت صو متوفيش لك سألوني مرة انه ليه بتنزل شيرتلس بيكتشرز بلتلو ياعلم بلتلو ياعلم بجماعة العالم اول شي بتعرف قدي فت وبتعرف انا جسمي كيف وبتعرف انا قدي يعني فت انو بتخيلوا انو انو انا عم نازل شيرتلس بيكتشر او شيلح التيشرت او عالبحر او بالجيم كونوا غلطانين الوصول من هذا هو او موتيفات الناس الوصول من هذا او موتيفات الناس وما فرقاني حدا شو بدي يفكر انا لما شخص بدي يشوفني عمره 30 سنة ويطلع يقول هيدا الزلم عمره 45 سنة وهيك لا روح فضل اشتغل ع حالك هيدا هو السبب انا اليوم هديك المرة طلعت بلايب انا موتيفات الناس وكانت بالجيم كان عندي نهار من 8 صبح ل 10 بالليل فل ما قدرت اتمرن ووصلت لاخر نهار والله العظيم ما قدرت ان امشي قد ما تعبان تركت المكتب رايح على البيت شنتي كانت بالسيارة وصلت على نص الطريق قلت معقولي ضيع نهار اليوم لو رحت عملت 40 منتس 50 منتس 30 منتس workout بس ما ضيع اليوم برمت ورجعت انا ورجعت انا ورجعت على الطريق وصلت غيقت ايب افتحت live بال live بال live فتح 5 منتس قلت لهم يا جماعة اليوم انا كان عندي هيدا نهار وما قبلت روحوا علي لانه بدي اتمرن وما بدي خلي جسمي بهيدا نهار ما قدر استفيد فيد وفيد ثم ما بقى حدا يطلع يقول انا ما عم بلاقي وقت او ما عندي وقت او تعبان او بخلص جسمي تعبان بدي اسألك عن هاي دايما فيه افت والله العزيم حكمه تخلصت سكرت live ثاني نهار اذا بتشوف المسجز وكم واحد راح تمرن بنفس نهار بالليل اتوى الساتسفاكشن لقلي كأن ملكة الدنيا فيه تقريبا 12 واحد سكر live كم شوشنتهم ساعة 9 بالليل كان ببيروت ساعة 11 بالليل ما بعرفين راحوا تمرنوا وعملوا تمريتهم ورجعوا وتشكروني هذا كان فيه عندي ألف شخص من هالالف طلع 12 راحوا تمرنوا بس فادي اللي بيقلك انه طب ما زلمي شغلته وهي اتليت لا مش شغلته لا انه طلع بالتراينرز كل الأشياء الحلوة ويتراين كل يوم بس هيدا انه شغلته يعني انه مداوم بالجيم أنا بس بدي منك شيء للي عم يشتغل زلمي سترس ورايح يعني عم يشتغل رايح عالبيت عنده شوية مشاكل كيف يعني كيف بده هاو توفيت هيدا البروغرام يكون اتليت اول شي انا مزبوط مكتبي بقلب بالتشمس بس فعلا عندي مختلفة انا اليوم بروح بتمرن بتحمم بروح على مكتبي شغل ثاني اول شي فيه تايم لانه اليوم اذا شفت نهاري كان اتمرنت وتاني نهار عنده نهار طويل ياب تمرن قبل من انهاري لو بده نهاري لو بدي روح ست ونص الصباح او ست الصباح اتمرن بيبليش نهاري جميع خاطئ لو إنت بعد التمقل شغل تعبان تتحمم تروح عبيتك بتلاقي حالك انت جسمك ما بقى فيه تعب صار ستركتشور تاني صار كمبليتلي التعب هيدا اللي كنت عم تحسه تعب الشغل وتعب قعدة المكتب وتعب البرم ما بقى موجود لانه المسلز هن المسلز هنم تحسه لكل جوينتز كل جوينتز اليوم الأوجاع اللي بتمرو فيها هنم تحسه استطاعت ايسبات جاكوزي اشياء star هنم تحسه هنمَ هنم تحسه اغلبية الأوجاع من الجوينتز كيف تحسه انت عم تقول ما بدي اتمرن. هالأوجاع العم تمرق فيها بجسمك انت أوجاع مفاصل وعدم تساعدهم بدك تخفف وزن لازم انت اول شي تقول للعالم يجب ان تجد الوقت لو 30 دقيقة مش ساعة لو معك 30 ديئة عم ترتفع ومفاصل العمم تقصد 30 مينات كل يوم. يكون عليه أفضل عن عمل عم تراقحك لذلك 30 ديئة اليوم تعملها بطريقة مفاصل إليه. رائعة ومفاصل عم تستفيل ومفيد حالك ومفيد صحتك قبل الدنيا كلها. ومعظم الوقت فهذه هي الأشياء اللى إذا رحت عالجيم عم تعمل شي تانى عم تاكل. يا عم تاكل. يا قاعد على السوشيال ميديا وكمان هايدي شغلي انه نحن تايم على السوشيال ميديا بلا طعمي بعد فترة يعني انا حتى انا شغل انه بين بالمجال وبيشتغل فواحد بيوصل على الدماغ طبعه وبيتعب من الفيديو من السوشيال ميديا هيدا. والله العظيم بيمرو امرار مثلا ثلاثة ايام انا بيقلولك انه نزل بوست افري تو دايز لدل عالم عم تشوفها. بمرو امرار انه اي دونت هاف. والله العظيم ما عندي لانه مش وقت قاعد عم تصور وورا انه بدي شو بدي اعمل اليوم بدي صور للسوشيال ميديا. اي دونت هاف كونتنت اليوم الكونتنت تابعي يا عيلتي يا شغلي يا تمريني يا ازان انبسادر للبراندز اللي انا انبسادر لالا اللي بقامن فيها لا صور له. بس اي دونت هاف يعني امرار تمرو جمعة جمعتين ما عندي بكون عم نزل فيديو انا عم بتمرن او انا وعيلتي او صار في مناسبة معينة بس تفكيري بمحل انه اكيد بدي اعطي اعطي اوارنس بس تفكيري التاني بيتطور حالي وشغلي وحياتي يعني ما عم باهتم بالسوشيال ميديا قد ما هي هلا اخذ ضجة مع انه انتبه انا بفت على السوشيال ميديا كتير مأخر يعني فتت من وارق اصحابي لا لازم وعيب. ويمكن مفيدة لشغلة. اي وعيب انهم هي كانت شغلة عارفات بعدين اتطورت لانه صارت اوارنس باللايفسايل والسبور والهالث وعائلتي وقدي مهم كل شخص يكون عم بيفرجة. اوارنس بالسوشيال مفيدة. كيف لازم يكون مع اولاده وقدي لازم يكون قريب لألون ومتعلق فيهون. وهاي دي اليوم في ناس بتصور هي ولادة وراء الكواليز مختلفة. انا وات اي شوه اي ريالتي. اي دي علاقتي هول ولادي هول اصحابي. انا جيهاد ودهاي ديوم. انهم هي أصحابي. اشخاص الواتف. اي شخص الواتف. اي دي الله سأي شخص الواتف. اترى بكل شيء اي 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 هم. هنه الجهد واحد. اولاده. كيف تلاقي الـ generation هلأ رغم أنه الـ social media كتير ساعدت الـ awareness يعني قبل ما كنا نعرف شي اسمه sport يعني كان sport هو بس اللي directly بالمدرسة directly بالشارع عم نلعب فوتبول بس هلأ صار أنه بتلاقي fit people بيطلعوا على الـ social media بنفس الوقت أنه الـ social media عم بتخلينا نقعد بالبيت والله الاول عم نحكي عن الجيل عم يلعب gaming وهالقصص هاي دي تلاقي فادي الجيل كيف ماتتجه لك أول قبل ما أحكي عن هاي دي بدأ أحكي عن شهالي كتير مهمة هي الأهل و الـ responsibility اليوم لا تسلل تلك الميليارات لو معك مليارات المليارات لا تسلل تلك الميليارات انت عب تكون عم تأذين اليوم اي انسان مرتاح بالحياة ما يفرج ابنه انه كل شي هو مأمن له خلي ابنه يروح يقدح ويصار على الحياة لا يوصل للي بده اياه اليوم انا ولادي لو قدران اقمن لهم هالقد اقمن لهم هالقد وابنه اقوال انت بابنه كاركتيرك ولم يكن يكونون مرتاح ما في حياتك راح تاخد اكتر من ما انت يجب ان تأخده لانه انت بدك تحمل مسئولية حالك انت يجب ان تتحول على حالك اليوم موجود بعدين مش موجود اليوم المساري موجودة بعدين لمش موجودة اليوم الشهر موجود بعدين مش موجود يكون كل شي بشار لا تسويل أبداً للمبرجينو وفيراري و أحلى سيارات لماذا؟ هذا يعطي أفضل أفضل لأبنك وهذا يقضي المجتمع الذي حواله لأنه رفقه وما معه وما قدران يوصل للي هو عم تعت أنت كلاش وغيري لأبنك من رفيقه لو هو عز الأصحاب دعوا الناس يأخذ المجتمع ويبنوا حياتهم وكاركتيرهم بحالهم أنا بشوف أولادي كثير عندي بالأكاديمي سبويل بقلهم للكوتشز بي طف بي طف لا يتعلموا أنه هناك مجتمع هناك مجتمع ومجتمع ليس أنا أريد أن أتركت المجتمع لأنني أفتح لي هذا المجال لا حبيبي اليوم لا يوجد أمامك كارد لأولادك عمره 14-15 سنة أبداً لأنه ما تتفرجون للأولاد أنه بكرة إذا كانت مصار معك بحياتك وكل هذه الموضوع ما ستقول لأولادك كيف تتضغطهم كيف تتضغطهم كيف تتضغطهم كيف تتضغطهم أنا ذاتات جاء هات 3 سنين في تركيا من عمر 15 سنة لحاله تقول له روح أنت أمن حالة حالة تشتري على البيت بتطبخ بالبيت تذهب إلى السبباركت تأخذ سباكتة تأخذ لحمة تأخذها تطبخ بالبيت تطبخ بالبيت إذا تتضغط تريد تطبخ بالبيت لا تتضغط لتطبخ بالبيت لتطبخ بالبيت أنا على الكود أصلني ببعث له لما بدوا يعمل تطبخ بالبيت لأنني أريد أريد أن أتعلم أن الحياة لا نهاية كل شيء بالحياة صعب والحصول عليها صعب وأصعب وأصعب أنت لهذه بعد أصعب كثير صح اليوم السوشيال ميديا اللي عم بتعلم نايم وعم تعلم الأولاد هالكسل بعض من الأشخاص وعم تعطي أوفر رايتين كثير نظبط وفيك إمج اللي كمان للساكساس للشباب المليونز وبيتكوين وهالأصص كمان مثال بروغرام معين طلع على التفي لاتلي وأخد ضجة كتير كبيرة بالجي سي سي ما منا نذكر الأسماء هذا البروغرام اللي طلع والحضروا العالم هيدا بروغرام مظبوط هيدا فيك هيدا فيك هيدا فيك هيدا مش هي هي والذي نوصل لقلهم والثلاثة ربيع المذكورين جوا والمذكور جوا مش مظبوط what image are you sending to people كيف الساكسس بتمبدأ هيك بتمبدأ الساكسس وهيدا هو الساكسس ساكسس سيارات وطيارات وسوشيال ميديا this is success اذا كنت شوفوا الترو ساكسس روح وشوفوا أغنى أثليت بالعالم اللي هو مايكل جورنن ما عنده انستجرام أغنى أثليت بالعالم ما عنده انستجرام شوفوا البزنس شوفوا هاو هي ويركس عم بحكيك على أثليت روح وشوفوا أبل الفاوندر تبع أبل روح وشوفوا الفاوندر تبع ماتة بعرف بس المشكلة فهدي فيه في ساكسس ستوريز لأشخاص يمكن 1% أو أقل من 1% يعني متل تلاقي عندرو تايت كمان عمين شور هيدا بتلاقي انه ما بعرف حدا صار اندرو تايت مثال اندرو تايت اندرو تايت اندرو تايت اللي هو انه يعني عم يعطي الفراري واللمبرغيني والإمج والمصاري وكيف عملها لكن قد بضع աطوري أنه مفرح بذلك فيه مفرح بذلك واندرو تايت اندرو تايت واندرو تايت واندرو تايت بس انا ضد في لتايت النهار ؟ أهلاك و بمدرساتha و تتدعم العديدين مع تهمة مستقبلة لفعلهم ما يفعلها قالهم ما هي العلمات والجامعة والمدرسة والدريم والجهادة لا تتدعم العديدين مع تهمة و بمدرسات والساعد الساعات اليوم اي واحد ناجح وقدران فيه يلبه الساعة وداله عمل قاعد هذا ليس صحيح ويستطيع ايضا انه ليس صحيح ان تتعامل تتعامل ان تتعامل ان تتعامل اقول كيف تحتاج الى تتعامل الناس والمجد الى تتعاملهم بمتعامل بمتعاملهم بمتعاملاتهم بمتعاملاتهم بمتعاملهم دوين جونسون ما عمل بحياته لانه يصل الى اللي هو فيه من 1$ بجايبته لليك اغنى اكتر بي تقادى مساربي في المواحد لميه وصل الى هونيك من WWE fighter لليك من ساعي كيف تتعامل الى الراك اعرفت الى الراك الراك الى الراك يعني هذه هي صحيح التي يحتاج الى تتعامل وطلع على الانستغرام الراك بيزنس فاميلي موتيفاشن شفلي سيارة موجودة بي شفلي ساعة شفلي شي في يعني تطخيم للأمور الحياة ملنا ساعات و سيارات و بيوت و مصاري وهيدا الحياة اثيكس الحياة اخلاق الحياة هاردورك الحياة حياة بروبر ستركشور و بلان و رودماب للك كيف دك هيدا هي هذا هو الحياة هذا ما يحتاجنا لتأخذ تعرف ذكرتني افضل مثال لها الشيخ فزاع يعني رجل رجل تحديد انا هناك شخصين اكيد الشيخ محمد رئيس دولة الامارات و كمان الشيخ محمد لدوباي هل هي روال موديلس فزاع هو انا شخصين انا انا حلمي مع انه ناصر اللي 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 يمكن الصداف تجمعني فيه لانه حلم بالنسبة لي للي هو روال موديل اليوم بيفرجيك انا المصاري هي ميشكل شي 보니까 بالحياة اليوم بيفرجيك انا بيمشي بشوارع فريع اوروبا و دبي والامارات حيث يتصور مع الناس عادة بيحكي مع الناس عادة بيعبط الناس عادة ويتضحك للناس عادة هادي شو يعم بفرجيك ولا نهار فرجيك سيارة ولا نهار فرجيك ساعته بفرجيكه بالصحرا او بيتسيد وعم بيتمرن وعم بيعمل بايك وعم بيعمل ماذا يقول لك؟ عندما يقول لك قدي الحياة بسيطة قدي الحياة بسيطة دائماً هو يحيط في حياته المساري وهذا مستمتع يمكن أن يحصل على ما يريد بس الأعادة للعالم والبلد الإمارات ما وصلت لهون غير من قدرات مضبوطة لأنه فيه أشخاص ما عنده الفوقية وما عنده التكبر وعنده البساطة وعنده تفرج الناس قدي الحياة سهلة وقدي الحياة هو لهن المانرس والأثيكس هايدي برابر إمجج تفولو برابر إمجج تفولو برابر إمجج تفولو وهيدي هو اللي بيعت الدافع للناس الغير ما حدا بيقدر يمكن يصلى هل هي الأساس اللي بيفرج العالم عليها؟ لا أثيكس ومانرس والأخلاق وكيف 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 تعمل مع الناس يمكن اليوم في ناس مع مليون دولار بتمشي معك تطلع فيك من فوق لتحد كأنك أنت برغشة برغشة هو اللي الناس مرضة هو الناس مرضة بحياتهم هذا الناس اللي ما كان معهم شي صار معهم شي اللي ما كانوا شي ووصلوا لشي هذا الفرق بين أشخاص ناشحين ورول موديلز وليدرز وعم نحكي عن صعيد أهم بلد بالعالم مش عم نحكي عن صعيد ولا بلد بعد عم تطلع أهم بلد بيعيش بالإمارات ما بقدر يتأقلم مع أي بلد بالدني كله مظبوط أتقول يوم روح عقرب مع بعض الإمارات ما فيك نظام وسيرفس وسيفتي وسيفتي وشغل وإذا أنت تعمل على الطريق كل شي مؤمن لك هذه الرودماب مظبوطة هي الأساس الرودماب فهذه آخر شي خبرني شوية عن تشامس هكي كويكلي ما هو تشامس للي ما بيعرف هالجيم و هالجموطة اللي عملها لكن تشامس تشامس كلاب حلم كان للي انو ابني وحلم كان للي انو يكون عندي شي ريليتد ل اذا بدا تكرس كريري كله بمحل انا بشوف حال فيه لو عندي أخرى بزنس بس هو هو بيبي تشامس بقلبه باسكتبول فوتبول جمناستيك جيم كلاسي كل شي يعني مجموطة 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 حديث مثال منذ منذ عدة منذ مجموطة فالفرق بحق هاتفوني الله وفعل شكرا 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 حبيبي أيضا هنا